كرهت كل صنف الرجالة سباو ومن وقتها مش قادرة دخل حد جديد في حياتي فرص كتير جدا جات لي وأهلي تعبوا معايا جدا بس مش قادرة بقيت خايفة خايفة أأمن لحد تاني وابق أنا الخسرانة في الآخر بقيت بخافة أصدق حد أتخدع تاني لما جاري وصاحب أخوي عمل فيها كده همار الغريب هيعمل إيه دلوقتي أنا بشتغل متفوقها في حياتي وفي شغلي بس عايشة بقلب ميت حاسة أن فرحتي مكسورة لدرجة أني لما بشوف جهازي بفضل أعيط بقول لأمي أنا مش هتجوز مش عايز أتجوز ولا عايز أدخل في حيات حد تاني فتفضل تعيط علي بداي ربنا دايما يخرجني من اللي أنا في بس مش قادرة